الله وبركاته استبعاد لعب الاهلي من معسكر منتخب مصر توالي ميدو تدريب المنتخب إصابة رمضان صبحي وإكتراحات إدارة الزمالك مرفوضة لدى جوميز نبتدي بلعب الاهلي أعلان الاتحاد المصري لكرة القدم عن استبعاد حسين الشحات لعب النادي الاهلي من معسكر منتخب مصر الحالي منتخب مصر والذي يخوض معسكر الآن استعدادا لخوض بطولة القاهرة الودية وهي الإمارات سابقا والتي تم إلغاء قامتها في الإمارات وسيتم تنظيمها على الأراضي المصرية اتحاد القرى أعلن منذ قليل عن استبعاد حسين الشحات من المعسكر والعودة إلى النادي الاهلي بسبب الإصابة التي يعاني منها حيث أكد أن الاتحاد أن اللاعب يعاني من تقلصات عضلية في العضلة الخلفية لذا قرر الجهاز الفني بقيادة حسام استبعاده من معسكر الحالي اتحاد القرى أكد أن اللاعب خضع الفحوصات طبية في الساعات الماضية وظهرت النتيجة مطمئنة إلا أن الجهاز الفني وبالتنسيق مع الجهاز الطبي قرر عدم المجازفة باللعب وأن يعود إلى صفوف النادي الاهلي الذي يستعد لمبارتين سينبا في دوري أبطال إفرقية يبقى هي المسألة مش مسألة إصابة ولا تقلصات عضلية ولا أي حاجة من الكلام ده كله هو كله علشان مبارات النادي الأهلي اللي هي في دوري أبطال إفرقية اللي بيستعدلها مع سينبا ليه؟ لأن حسام ما يقدرش يقول لا علشان يحافظ على الكرسي اللي هو قاعد عليه أول ما جاء عمل إيه؟ استبعد اللعيبة الزمالك كلها وضم كل اللعيبة من النادي الأهلي ولاعب واحد فقط اللي هو محمد عواد علشان الشناوي مصاب ضم محمد عواد بس وده إيه؟ يا إما تصفيت حسابات وعلشان يحافظ على الكرسي اللي هو قاعد عليه أطور فترة ممكنة مع أننا قلنا أن حسام حسن ممكن يكون يعني غير الناس التانية لكن اكتشفنا أن الكرسي بيبقى مغري لدرجة أنهم بيلغوا ضمارهم وبيلغوا أي حاجة في سبيل الكرسي نروح لفكرة تولي ميدو تدريب منتخب مصر في المستقبل تحدث سيف زاهر الصديق الصدوق لأحمد حسام ميدو عن فكرة تولي ميدو مهمة تدريب منتخب مصر خلال المرحلة القادمة وأكد سيف زاهر عبر تصرحاته أن ميدو مؤهل لقيادة منتخب مصر في المرحلة القادمة بالنسبة 100% على حد تعبيره وأكد أن ميدو قادر على تولي قيادة المنتخب مؤكدا أنه سيكون إضافة قوية لمنتخب مصر وسيحقق نتائج مع المنتخب في حال توليه المسئولية سيف زاهر أكد أنه بعد انتهاء فترة حسام حسن وفي حال قرر المسئولين وقتها أن يكون المدير الفني محلي فإنه سيكون داعم لتواجد أحمد حسام ميدو في هذا المنصب والمنتخب الآن يتولى قيادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب هذا التولى المهمة كما هو معروف خلفا للبرتغال فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب وبس عايزين نفكر سيف زاهر الأهلاوي أن ميدو زملكاوي فمش ممكن أي حد من المسئولين هيختار ميدو لأن ميدو كان قدامهم قبل ما يختاروا حسام حسن ومؤهلاته أعلى بكتير من حسام حسن على أقل ميدو لي سيفي كبير لي سيفي تقيل لكن حسام حسن ملوش أي بطولات مع أي نادي هو مدرب من الآخر مدرب فاشل وهنشوف الأيام اللي جاية اللي ابتداها بالمحسوبية وتصفية الحسابات نروح لبرامدز يوضح تفاصيل إصابة رمضان صبحي أوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم في نادي بيرامدز مصطفى المنيري تفاصيل إصابة رمضان صبحي لعب الفريق وأكد خلال تصريحته أن اللعب تعرض إلى إصابة مباشرة خلال المران عبارة عن كسر بالضلع يا سيد الجهاز أشار إلى أن تلقى الإصابة تستعد التأهيل لمدة 21 يوما وأن رمضان بدأ خوض مران خفيف بصالة الجيم وأضف بجانب منع المشاركة في التحان بالملعب إلا عقب مرور المدة المحددة ويشدد على أن اللعب لن يعود إلا عقب قضاء مدة التأهيل كاملة حتى لا تتفاقم الأزمة وتصل لمشكلة برئة ألف سلامة لرمضان صبحي وألف سلامة لكل المصابين الإصابات كترت في اللعبة المصرية نتيجة التمرينات بتاعتهم اللي بتبقى مش مزبوطة نروح لإقتراحات إدارة نادي الزمالك اللي رفضها جوميز تمسك المدير الفني للفريق الأول القروي بنادي الزمالك البرتغالي جوزي جوميز بجهازه الفني الحالي ورفض أي تعديلات به ورفض جوميز فكرة إضافة اسم الجهازه الفني يقوم من المدربين المصريين أو حتى تغيير أحمد مجدي وإجراء تعديلات بالجهاز وبرز رفضه بأنه يشعر بالراحة بالعمل مع هذا الجهاز سواء من مساعده الأجانب أو حتى المصري لأنه يوجد انسجام كامل بينهم جميعا وأن كل منهم يعرف دوره بالجهاز الفني واتفق البرتغالي مع إدارة الزمالك على إقامة معسكر مغلق للأبيض بالفترة القادمة ولا مزيد من الإنسجام على أن يكون خارج القاهرة خصوصاً وأن الفارس الأبيض مكتمل ولا توجد عناصر عديدة بالمنتخبات سواء الأولمبي أو الأول وده ليه؟ لأن أحمد مجدي كان فيه مشاكل في الفترة اللي فاتت بينه وبين أحمد سليمان أحمد سليمان عايز يفرد رأيه على أحمد مجدي وأحمد مجدي مش عايز يسمع كلام أحمد سليمان فمن هنا ابتدت المشكلة وكان فيه إجراء أن أحمد مجدي يتغير لكن جزي جميز استقر على أحمد مجدي وتمسك بالجهاز بتاعه بالكامل لأنهم حصل فيه انسجام داخل الجهاز وهو قريب كده إن شاء الله هنلاقي أن أحمد سليمان برا المجلس أن ابتدت المشاكل كتير جداً بين أحمد سليمان وبين حسين لبيب كل واحد عايز يعمل روحه ريس لكن يا أخوانا خليكوا في مصلحة نادي الزمالك وفي البطولات اللي انتو جبتوها من ساعة ما عدتوا الكراسي لنادي الزمالك بطولات الخيبة والندمة فافضلوا كده في حوارات لغاية ما تضيعوا النادي ربنا أخوتكم هنروح لتدخل صلاح لعلاج رفعت علق عضو مجلس دارة اتحاد القرى المصري رفض ذكر اسمه على حقيقة تدخل محمد صلاح لفريق ليفر بول الإنجليزي في الأزمة الصحية لأحمد رفعت نجم مودر فيوتشر وكده خلال تصرحته أن الجبلية لم يتم إبلاغوها بأي شيء يخص تدخل صلاح لنقل رفعت من أجل استكمال علاجة في إنجلترا ولقى أيضا نظر بنادي فيوتشر وشدد على أن نديه لما يتم إبلاغه بأي شيء بهذا الخصوص حتى الآن وأكده أن حالة رفعت ما زالت حريقة ولا تسمح بنقله من المستشفى الموجود بها حاليا في الإسكندرية نتمنى الشفاء العاجل لأحمد رفعت شاب زي الفل وفجأة وقع في الملعب لا نعرفش إيه اللي بيحصل الأيام دي إن شاء الله ربنا يشفي ويعفي ورجعوا لأهله سالم بإذن الله نروح لنادي الزمالك ونقول تحية كبيرة لنادي الزمالك العظيم وده هي كبيرة لجمهور نادي الزمالك المحترم وكل عام وإنتم بخير ترجمة نانسي قنقر